مستمرين مع الكاتب الصحفي وستاذ أشرف عبدالغني مدير تحرير الجمهورية ويمكن كنا نتكلم قبل الفاصل عن الفيديو اللي يمكن أثار دجة علامية النهاردة للمستوطنين اللي بيقطعوا الطريق أمام المساعدات إسرائيل على استفزاز مشاعر الملايين ومنع الدخول المساعدات وإغلاق المعابر إزاي النهاردة ده ممكن تستمر الدولة المصرية في إيصال المساعدات داخل فلسطين مع هذا تعنت الإسرائيل أعتقد أن الفكرة الرئيسية التي تحاول إسرائيل إيصالها للمجتمع العالمي أن قطاع غزة بالكامل أصبح تحت الحصار إذا كانت حركة حماس اختطفت عددا من الأسرة الإسرائيليين لديها فإن الدولة الإسرائيلية اختطفت شعبا بالكامل قوامه أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة المعابر الستة بالإضافة إلى معبر رفحة الآن أصبحوا مغلقين تماما في وجه المساعدات المختلفة التي كان يتم تقديمها بالكاد للشعب الفلسطيني الدولة المصرية أعتقد أنها منذ الأزمة وحتى الآن اتأخذت على عطيقها فكرة إيصال المساعدات بشكل كامل بشكل أكثر من 80% من المساعدات التي ذهبت إلى قطاع غزة كان المصدر الرئيسي لها هي الدولة المصرية تقوم بعمليات إنزال جوي تقوم بعمليات شاحنات كثيرة من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة الدولة المصرية أعتقد أن أكثر ما يعنيها في هذا الملف هو محاولة تقديم يد العون والمساعدة لأهالينا في قطاع غزة وهي ناجحة بكل المقاييس حتى الآن فكرة التعنط الإسرائيلي الحادثة الآن وإغلاق جميع المعابر في وجه المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة أعتقد أن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ستقوم بالضغط الكبير على كافة المنظمات الدولية وعلى كافة الدول الفاعلة في هذا الملف أعتقد أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عفتاح سيسي وجوترش الأمين العام لأمم المتحدة الاتصال الأخير مع جو بايدن كل التحركات المصرية أعتقد أن القمة أيضا العربية القادمة من المفترض أنها ستحمل الكثير في هذا الإطار إذن الدولة المصرية بكل ما تمتلكه من قوة هي تقدم يد المساعدة لشعبنا الأعزل في قطاع غزة وأعتقد أنها حقاقت نجاحات كبيرة خلال الفترات الماضية وستصر خلال الفترة القادمة على إيصال أكبر قدر من المساعدات لأهالينا في التحركات هل مسألة وقف توريد الأسلحة لإسرائيل وحديث رئيس الأمريكي جو بايدن أول أنثى عن هذا يمكن أن يغير من الأزمة الحالية؟ لا أعتقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن جو بايدن اتخذ العديد من المواقف وتراجع عنها في تعامله مع حكومة بينامين نتنياهو على المتطرفة في البداية قدم بالطبع تعمل غير مسبوك بزيارة صحيح حتى هذه العقوبة التي من المفترض أن يتم توقعها بحق بجزء من القنابل المفترض أن تقوم أمريكا بإرسالها إلى إسرائيل حتى هذا الجزء كان من المقرر أن يظل في طيء الكتمان ولكن الدولة الإسرائيلية هي التي أعلنت عن هذه المسألة من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لعدم حجب هذه المساعدات العسكرية إذن الضغط تحول من الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل إلى ضغط من إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن طبعا فيه هو مزق الانتخابي كبير مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولكن في كل الأحر وكذلك الحصول في الشارع الأمريكي وفي الجامعات الأمريكية وده شفناه أكيد لازم الرئيس القادم للولايات المتحدة يرى هذا بالقطع لابد أن يرى هذا ويراه بشكل واضح للغاية المعادلة الحسابية في مسألة تقديم الدعم لإسرائيل ربما تكون محل مراجعات خلال الفترة المقبلة ولكن جو بايدن هو بين أمرين في هذه المسألة بين أن يقدم دعما لإسرائيل فيخسر الكثير من الرأي العام المؤيد للحقوق الفلسطينية في هذا الأمر أو أن يقوم بإطالة أمد الحرب ومساعدة إسرائيل على إطالة أمد الحرب وتقديم كافة المساعدات العسكرية وهنا في هذه المسألة أيضا ربما يخسر اللوبي الإسرائيلي الدعم له بشكل أو بآخر إذن المسألة هنا محسوبة بدقة شديدة وأعتقد أن كل الطرق تؤدي إلى ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضورة المنوطة به دولة الولايات المتحدة الأمريكية تقدم نفسها للعالم أجمع بأنها هي الراعي الأول لحقوق الإنسان الراعي الأول للديمقراطية على مستوى العالم الراعي الأول للدول المظلومة والمنكوبة في هذا الإطار إذن دولة الولايات المتحدة إسرائيل تحقق الانتقام الكامل من سكان غزة بغض النظر عن أي إطار إنساني أو قانوني أو احترام لأي مواثيق دولية صحيح منذ الاعتداء على قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية على اللسان جو بايدن نفسه قدمت العديد من المبررات ذهب لتقديم الدعم في الأول بزيارة تاريخية ثم مرة أخرى قدم مبررات بأن هناك عمليات قطر للكبار السن والأطفال وقطع الرؤوس على خلاف الأمر الواقع ذهب عندما هجمت مستشفى المعمداني في قطاع غزة وأطبقت المستشفى على من فيه مئات من الضحايا والمرضى اخترع أيضا حجة بأن القضائف جو بايدن اخترع حجة بأن هذه القضائف التي أصابت المستشفى هي قضائف فلسطينية إذن كل الحجج التي حاول جو بايدن الترويج بها دعما لإسرائيل في حربها قطاع غزة ثبت بما لا يدعم مجالا للشك أنها مجرد إداعات وفطرقات ولم تغير من الواقع شيئا الواقع الذي أصبح واضحا تماما لرأي العمل العالمي وبالداخل الأمريكي والضغطات الحادثة الآن في الجامعة الأمريكية أعتقد أنها ربما تغير إلى حد ما من مجرات الأمور وتغير من مواقف الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع هذه القضية تحليلة يعني إلى الآن لم تلمس تغيير حقيقي في الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث مع اكتياح رفح إلى أي مدى يمكن أن تحدث الولايات المتحدة تغيير في هذا على الأرض أعتقد أن الموقف الأمريكي به درجة ما من الارتباك هو يحاول أن يتقدم بعض الحين دفاعا عن الحقوق التي يراها واضحة للشعب الفلسطيني الأعزل ودفاعا عن المئات الذين يستطورون والألاف لدينا الآن نقترب من 35 ألف ضحية أكثر من 90 ألف مصاب المئات والمئات من المفقودين تحت الركام فكرة المقابر الجماعية التي قام بها جيش الاحتلال لأهالي قطاع غزة هذه المأساة الإنسانية المتجسدة داخل القطاع أصبحت الآن لا يمكن لنظام ما في العالم خاصة في نظام تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أن يغمي عينيه ويصم أو زونيه عما يحدث على أرض الوقت إلى أي مدى اليوم أصبحت إسرائيل تمثل عبءا على دعميها وهنا أتحدث عن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم الأكبر لهذا الذي كان إسرائيل أعتقد أنها أصبحت عبء كبير على كل دعميها بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية حتى الاتحاد الأوروبي مرون بكل الدعمين لها حول العالم لدينا الآن هناك العديد من الدول تسحب صفرائها من إسرائيل وتقطع للاقات الدوم المتحدة الضغوطات الموجودة في الأمم المتحدة القرار الذي صدر قبل ساعات بضرورة الموافقة على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة الملاحقات التي تتعرض لها حكومة بن يمين تنياهو في محكمة الجنائية الدولية ما حدث في محكمة العدل الدولية كل هذه الضغوطات العالمية تجبر إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة تغيير مواقف حتى الآن ونحن نتحدث عن قضية اجتياح رفح فكرة اجتياح رفح لم تعد مقبولة على مستوى العالمي فكرة الإقدام على مثل هذه الاقتحام وسقوط المئات الآخرين من الضحايا وارتكاب مجزرة جديدة أعتقد أن النظام العالمي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل بمثل هذا الاقتحام وتلك المجازر الجديدة الدولة الإسرائيلية ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية وراءهم ضغط كبير من المجتمع الدولي العالمي وأعتقد أن الدورة المصري في هذه المسألة وعلى مستوى الاتصالات الدولية التي تقوم بها الدولة المصرية ودورها الفاعل في المنظمات الدولية أعتقد أن هي بتقوم بدور مهم للغاية في هذا الإطار من أجل الضغط لكبح جماح الجنون الإسرائيلي فيما يتعلق بالتعامل مع قطع غزة إذن في النهاية كيف ترى المشهد والسيناريوهات خلال الأيام القادمة مع كل هذه المتغيرات المشهد منقسم إلى شقين مشهد ضغطات دولية شديدة الوطأ على صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة بنيمينة تنياو المتطرفة في الداخل الإسرائيلي من أجل الإقرار بهدنة والموافقة والقبول بالورقة المصرية المتكاملة من وجهة نظري لإقرار هدنة شبه دائما في قطاع غزة ولكن من الجانب الآخر على الجانب الآخر من النهر الحكومة الإسرائيلية أصبحت مختطفة تماما من اليمين المتطرف اليمين المتطرف في إسرائيل يدرك تماما أنه في حال إقرار هدنة فسيكون اليوم الأول لإقرار الهدنة هو اليوم الأول لخروجها من السلطة بشكل نهائي هناك ضغطات كبيرة من عائلات الأهالي المختطفين في إسرائيل هناك ضغطات كبيرة من المعارضة في إسرائيل هناك شبه اضطرابات كبيرة داخل المؤسسات الأمنية فيما يتعلق بالتعامل السياسي مع حكومة بنيمينة تنياو هذا الجانب الآخر من الصورة أعتقد أنه يدفع لي استمرار حرب الإبادة التي تشنها حكومة بنيمينة تنياو على الأهالي الأبرياء في قطاع غزة أي السينوريين سينتصر خلال الفترة المقبلة أعتقد أنه السيناريو الذي سيتم تقليبه هو بدافع قوي جدا من القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بقوى فاعلة أيضا من جانب الدول العربية بقيادة الدولة المصرية خاصة خلال القمة العربية المقبلة يوم الخميس القادم كل هذه المسألة ربما تدفع إسرائيل إلى القبول بهدنة مؤقتة حقنا للدماء وإقرارا لاستقرار منطقة مبطربة للغاية وتعاني بشدة خلال الفترة الأخيرة والأمور أصبحت مرشحة للتفاقم وربما تخرج عن السيطرة إن لم تلتزم الدولة الاحتلال الإسرائيلي بالحد الأدنى للمعايير الإنسانية بالحد الأدنى للعقلانية في التعامل مع هذه القضية بالحد الأدنى من فكرة احترام الإرادة الدولية وتغليب المصالح العليا للمنطقة على مصالحها الضيقة الشخصية في بقاء حكومة أو رحيل حكومة